السلام عليكم و سأحبكم من جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير ورجعت اليوم بالشارك معكم طريقة تحضير اليوغورت المنزلي بخطوات جد جد مبسطة طريقة ناجحة و مضمونة 100% خصوصا انا نكن سهلكو خلال الشهر الكريم خصوصا في وجبة الصحور فاخليكم معي و ما تتساونيش بلايك لعجبتكم الوصفة و تشاركو بالقناة يلا كنتوا اول مرة كتشوفوها اذا بالنسبة للمكونات فاحنا غدي نحتاجوا 1 لتر من الحليب يعني حليب بارد غدي نحتاجوا كذلك 1-3 ملاعق من الحليب بودرة غنحتاجوا كذلك 1-4 ملاعق من السكر الخشن او لسندة وبنسبة السكر الخشن كذلك فهو تبقى على حسب الضوء يلا بغيتوه يعني يجيكم حلو اكثر فيمكن لكم جدوا بعض الملاعق هنا كذلك غدي نحتاجوا 1 لعلبة ديال اليوغورت سواء طبيعي او لبأي نكهة كتفضلو يعني العلبة كتكون فيها 125 جرام بنسبة للمنكيهات فتقدروا تستعملوا يعني نكهة البانيلا هنا كذلك عندي نكهة الفستق او لالبيستاش يعني هادو كيبقاوا اختيارين إلا بغيتو تعطيوا اليوغورت ديالكم واحد النكهة او لواحد المدرق ليهو مميز اذا بالنسبة لطريقة التحضير فحنا غدي ناخدو كما قلت لكم عنا لتر ديال الحليب فغنستعملوا منو فقط نصف لتر من الحليب هو اللي وضعتو في هاد الاناء غدي نضيف عليه اليوغورت وبالنسبة لليوغورت فهو اللي تحفز لنا ان الريب ديالنا او لليوغورت كيجي متماسك يعني قدمة زدنا من الكمية ديال اليوغورت اللي كانضيفوه فكيجي متماسك اكتر وكنضيفو كذلك السكر السندة الحليب بودرة وتنحاولو اننا نخلطو جميع هاد العناصر ونحاولو ما امكان احتكدوا بلينا سكر سندة وكذلك الحبيبات ديال الحليب بودرة باش هكذا ما تيبقوش لنا التكتلات اللي غدي يخسروا لنا الشكل ديال اليوغورت الطبيعي يعني نعطو شوية ديال الخاطر ونحاولو اننا نتربو جميع العناصر وكن اكد باننا ديال الحليب فهو بارد وستعملنا فقط نصف لتر هنا كيما كتشوفو ضفت كذلك نكهة الفانيلا يعني باش يجيني قريب هكذا اليوغورت اللي كيتبع يعني في المحلات او لليوغورت التجاري اذا من نسبة للنصف الاخر فانا وضعتو فحد الاناء غني وضعو في النار يعني مش حتى يوصل درجة الغليان وانما فقط حتى يولي الساخن وغنضيفو على الخليط الاول شوية بشوية وحنا كنستمرو في التحريك حتى كنسجمو لنا جميع العناصر اذا في هادلقاتنا فحنا غدي نكونوا محضرين الكويسات اللي غدي نقدمو فيهم اليوغورت ديانا على فكرة إلا بغيتوا تستعملوا المربة بأي نكهة بغيتوا الفراولة المش مش يعني أي مربة اللي عندكم انا هنس عملت ديال الفخيز اللي كنت او الفراولة اللي كنت حضرتها معكم من قبل فحاولت انني نوضعها في القاع ديال الكووس يعني بعض الكووس هكذا يعني كيجي اليوغورت ديالنا من السم بالنكهة ديال الفراولة يعني هادلأشياء فهي تتبقى اختيارية انا ولدي صراحة يعجبهم هادلش كنصوب ليهم كويسات ديالهم اما انا فكن ناخدو الطبيعي ومن بعد فحنا كناخدو واحد المغير فالي سكون شوية صغيرة باش هكذا تسعلينا الكووس ديالنا ونحاولو اننا نفرغو الخليط في جميع الكووس يعني غير بشوية هكذا باش ما يتهرقناش ونسعفو معاهم حتى كنسعليو الكويسات ديالنا كاملين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غادي ناخدو واحد الطنجرة يعني اي نوع ديال الطنجر اللي متوفرين عندكم غادي نحاولو اننا نرتبو فيهم الكووس ونفرغو ماء ساخن اللي احنا سخناه من قبل يعني ماء اللي يكون ساخن جدا فنحاولو اننا نعمرو الطنجرة ديالنا ونحاولو نتفادو ان الماء يوصل لنا للكووس ومن بعد فاحنا غادي نغطيو هاد الطنجرة هادي بواحد المنديل فبهالطريقة فاحنا كنتفادو ان هاد البخار يعودي رجع لنا الى اليوغورت ديالنا وتتكون لنا الفقاعات يعني هاد المنديل فهو غادي يمتصل لنا هاد البخار ومن بعد فاحنا كنغطيو الطنجرة ديالنا ونحاولو اننا نوضعوها في واحد المكان ونعودو نغطيوها بواحد الغطاء اللي يكون ساخن ونخليوها ترتاح لمدة ليلة كاملة فمن بعد ما كتمر ليلة كاملة اولا على الاقل عشر الساعات فتيكون اليوغورت المنزلي ديالنا جاهز يعني حصلنا على واحد اليوغورت بواحد القوام بحل يعني اليوغورت اللي كيتبع في المحلات التجارية فصراحي يصحق التجربة وانا كنتمن لكم إذا تبعتم معي الخطوات غني نجح لكم اليوغورت وتحصلوا عليه ان شاء الله ناجح مئة فين مئة فكما كتفو هدا هو القوام ديالو المضاق ديالو كيجي سرحا رائع واللي كيعجبني فيها اكتر يعني ما كيجيش محبب او لف قلبو ادو كل حبيبات يعني كنحاول انني نحضروا في البيت لانه كينجح لي فنتمنى البنات هادلو وصفاتنا اللي اعجاب ديالكم وتنجحوا انكم تحضروا كذلك واحد اليوغورت اللي هو ناجح في البيوت ديالكم يعني بلا ما تحتاجوا انكم تستعملوا ليه اغتياخ او لا الالة الخاصة بتحضير اليوغورت في البيت فالمضاق ديالو سرحتي جي رائع متماسك فانتمنى الوصفة دياليوم اللي بناتكن تنالت الاعجاب ديالكم جربوها واردو عليها الخبار وكما العادة فما تبخلوش اللي لايك ديالكم واشتركوا بالقناة إلا كتشفتوها لأول مرة فمبرك عواجركم تنتمنى لكم الخير من كل قلبي وخليت لكم هنا وانطلقوا فيديوهات قادمة بإذن الله اللي باي باي